مرحبا بكم أيها الإخوان مرة أخرى في قناة كوايرية في الداكرة مرة أخرى سنزل المعقل فريق الجيش الملكي فريق الجيش الملكي مدرسة النجوم واللاعبين الكبار منذ القدم واليوم سنتحدث عن واحد الأسطورة اللي جاء من قصر الكبير تزاد في القصر الكبير من عائلة فقيرة وصبح نجم فيما بعد ثم الإخوان كتعرفوا بأن كل مشاهير كرة القدم والنجوم كلهم جاءوا من فرق من أسر فقيرة أما الأغنياء فالرياضة دياله مرة معروفة إما التينيس وإما الغولف كرة القدم كرة القدم من نجوم والمشاهر ديالها كلهم جاءوا من أحياء فقيرة واليوم بغى نتكلموا على واحد نعطوه المثال جيلا لعب كبير اللي لعب فحارات القصر الكبير وهو عب السلام غريسي المهاجم الخطير صاحب الكروشيات ويمكن لنا نصنفوا اللاعب عب السلام غريسي اللاعب العالمي الوحيد اللي خلق الكروشيات راكم عارفين ذو كروشيات كيف أجداري ملقي الغريسي بخصوص يعني كان كي تدي المدافع للأفارقة بسهولة ويوحكى بأن عب السلام الغريسي كان بغى يقلب واحد لاعب إفريقي وده وصبيطار معتوش شو قاعد يفضاره يعني ولكن لاعب أحمد البهجاق لاعب كبير فهو تأثر وحكى وقال بأنه تأثر باللاعب الغريسي وحنا لاحظنا كتير بأن أحمد البهجاق كان كي قلد اللاعب الغريسي عب السلام عب السلام الغريسي اللي كما قلت جاء من القصر الكبير من أسرة فقيرة وكان غادر بدراسة باكرا كان طيلة النهار هو كي لعب في الكورة لأنه ربما عرفنا السبوع أنه سيصبح نجم وفعلا هاتوا ما كتشوفوا الصورة دي لعب السلام الغريسي لأنهم لكي يشد الكورة لعب مازال لعب المغاربة كانوا حفظوا القلبات دي لغريسي ولا كي لاعب الأفارقة يعني كي يدي شماله كي لاوطو كما كي هديك كما قلت عب السلام الغريسي الواحد في العالم اللي خرج هذوق الكوروشيات وعب السلام الغريسي يعني لو كان لو ساعدوا لحده مشا الاحتراف كان غال يصبح هداف عالمي ومهاجم خطير وهنايا كنشوفوا في الصورة عب السلام الغريسي كي يسلم على جلال المالك المرحوم الحسن الثاني رحمه الله وكما قلت بأن عب السلام الغريسي مشاركش مع منتخب 86 لأنه كان توعك كان عدوا حد توعك في الرجل دي لوق ومع ذلك من اللي بدأ المونديال فجلال المالك الحسن الثاني رحمه الله فهو نادى على هيدامو نادى على الغريسي نادى على دحان باش يمشيوا يشجعوا الفارق الوطني المغربي ومعلوم أن عب السلام الغريسي هو اللي كان سجل تلك الإصابة التاريخية هنا في الصورة رقم 8 تلك الإصابة التاريخية باش أهلات المنتخب الوطني المغربي المونديال أمريكا سنة 1994 في الدار البيضاء من بعد واحد من بعد تمريرة دي الحضريون والغريسي كان سجل كورة بالرأس دياله والمنتخب الوطني المغربي جرامه قبلة رائعة في أمريكا ولكن مع كامل الأسف نهزم فيهم ثلاثة يعني كان قدم لوحة رائعة ولكن ما عرفتش أنا علاش لقفت الحض ضده وممشاش بعيد وعب السلام الغريسي كيبقى اللاعب كبير هداف تاريخي سجل منتخب الوطني المغربي وسجل الجيش الملكي وكان ساعد الجيش الملكي باش يكون أول فارق مغربي كيحرز على كأس إفريقيا للفيرق سنة 1985 وكان استقبل هما جال الملك المرحون الحسن الثاني رحمه الله فرنسا من اللي جابوا الكأس من إفريقيا فهم دازوا مباشرة لعند الحسن الثاني اللي كان تواجد فرنسا وكان فارق الجيش الملكي كان يعجب النجوم وعب السلام الغريسي كان يحل مشكلة الهجوم وكان ما يدير واله في المقابلة ولكن جيه شي فرصة أو جوج كيمارك الإصابات وهذا شي كان يشهد بين المدرغي بليندا كان يقول لك الغريسي ما يدير واله في المقابلة نخليه ولكن قد يجي شي إصابة قد يشجلها وكانت منه احتل الغريسي مشوار به longtemps مقابلة نخليه مقابلة، كل جدولة وقد و Action